كما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتكار وترويج المواد المخدرة وتمكنت من إحباط العديد من مخططات الجلب والترويج وهما يجنب البلاد من الأثار والتدعيات السلبية في ضربة أمنية قوية تعكس دقة عمليات الرصد والمتابعة باستخدام التقنيات الحديثة لخطوط سير العناصر الإجرامية الضالعة في جلب وتهريب المواد المخدرة استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومدرية أمن البحر الأحمر عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة اعتزموا تهريب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهايدرو عبر البحر الأحمر وتروجها على عملائهم بباقي محافظات الجمهورية وتمكنت من إحباط محاولة استلام وجلب المواد المخدرة بالمنطقة الصحراوية قبالة سواحل مدينة سفاجة وتم ضبط سلاسة أطنان من مخدر الهايدرو ونحو طن من مخدر الحشيش وقطعتين سلاح ناري وكمية كبيرة من الطلقات النارية ومبلغ مالية ونظارة ميدان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 142 مليون وخمسمائة ألف جنيه ومع تواصل ملاحقة الأجهزة الأمنية للعناصر الإجرامية الضالعة في تهريب المواد المخدرة فقد شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعات الأمن العام والأمن المركزي ومدريات أمن مطروح والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة استهدافت عدداً من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وإعادة تدوير مخدر الحشيش متخذين من دوائر أقسام شرطة مطروح والضبع وسيد براني مصرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وأصفرت هذه الحملة عن ضبط هذه العناصر وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش وكمية من مخدر البانجو و76 ألف قرص لعقار الترامدول وأدوات ومعدات خاصة بإعادة تدوير مخدر الحشيش وأسلحة نارية وطلقات نارية مختلفة الأعيرة وسبع سيارات ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 74 مليون جنيها ومن طاقي مركز شرطة شيبين القناطر بالقليوبية وجهت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وأصفرت عن ضبط هذه العناصر وبحوزتهم سلاسة كيلو جرامات من مخدر الأيس ومبالغ مالية حصيلت نشاطهم الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة أربعة ملايين جنيها واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم الاتجار في المواد المخدرة فقد رصدت نشاط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة خاصة عقار الكبتاجون وتروجه على عملائه بنطاق محافظة الشرقية وتمكنت من ضبط عناصر التشكيل وبحوزة 60 ألف قرص مخدر العقار الكبتاجون وكمية من المواد المخدرة المستخدمة في التصنيع وقدرة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين ونصف مليون جنيه نجاحات كبيرة لأجهزة وزارة الداخلية في مجابهتها الحاسمة لجرائم جلب والإتجار في المواد المخدرة تسهم في وقد مخططات إغراق البلاد بها وتلافي آثارها وسلبياتها على المجتمع اشتركوا في القناة